كان بيشرب سجاير في الجيل بتاعكم بالآخر ياريت عالسجاير بس خلينا في السجاير مين؟ لا تعرف كان في مجموعة بس أنا محب بشكال أربعة؟ يعني الإسماعيلي مثلا كان في أتليس على الأقل وده أنا لاحظت وأنا بدرب بقى الإسماعيلي لا وأنت بتضرب ولا وأنت بتلعب؟ وأنا بدرب الإسماعيلي لكن وأنا بلعب لا المجموعة اللي أنا كنت بلعب معها فعلا كانت ملتزمة جدا تعرف ليه؟ كان في قدوة كان بيضرب الفرقة خواجه ميستر تومسون كان رئيس النادي عثمان أحمد عثمان أو صلاح حسب الله الله يرحمهم الاتنين بعد كدوة حلو مين بقى وأنت بتضرب؟ كانوا بالشرب سجاير لا يعني الله يرحمه طبعا عارفينه كلهم في إسماعيلي حماد الرومي مثلا كان فيه وهو بينا اتنين أنا أعتقد أنه كان بس مش عايز والله لا ما فيه شحنة دي حاجات يعني عادية كان فيه أحمد حسن أحمد حسن لا لا مش أحمد حسن على فكرة أحمد حسن اللي هو اللعيب اللعيب المنتخبة منتخبة ده أنا اللعيبه في النادي الإسماعيلي والله محمود حسن محمود حسن أيها بالزبط كده معلش محمود أنا أسف والله ألي ألي تنين أه من تاني أتذكر 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 والله مش يعني يمكن كانوا تلات الثالث مش متذكره بس أنا كنت أقف لهم بقوة حية الله يرحمه حماد الرومي وكنت على طول يعني عقوبات عقوبات في الوقت ده وفي نفس الوقت يعني الله يرحمه ويحسن إليه بأنه أكون سبب في أن على الأقل لو ما امتنعش أقول له مع السلامة سيب الفرقة مع أنكم شايف كارلوس ألبرتو بيدخم بين النشطي طيب عموما في المنتخب مين اللي كانوا بيدخنوا كمان سجار من لعيب الكرة المصرية في الجيل بتاعك من لعيب الكرة المصرية يعني وأنت في المعسكرات برة في المعسكرات برة والله تخيالي يا إسلام نادر أول لما كنت تلاقي لعيب ماشي من النادر بقى لا ما 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 من النادر صحيح صحيح من النادر بس أنا مفتكرش أنك كان في حد بيدخن من الجيل بتاعنا الجيل بتاع السبعينات ده من أحلى وأنظف وأكتر الأجيال ثقافة 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 وما ليه بيتقال دايما من الأجيال اللي بعدكو أن أكتر جيل كان بيتقامر على بعضه هو جيل السبعينات لا أكتر تلاقي فترة من الفترات في الزمان في مجموعة بتتأمر على مجموعة في الأهل نفس القصة في الإسماعيل ليه أكتر جيل كان بيتقال عليه هو جيل السبعينات وليه بيتقال عليكم دايما أنه كانت فيه أسماء ونجوم كبيرة بس ما عملتوش حاجة للقرار المصري صح ده كانت مساليمة جدا هقولك ليه أولا المجموعة بتاعت السبعينات كانت مثقفة جدا معظم نجوم الفرق المصرية في الوقت ده خريجي جامعات صحيح يعني ده واقع سواء كان في الأهلي أو الإسماعيلي أو الزمالك الأسماء اللي انت عارفها دي كلهم معظمهم اتخرجوا من كليات التربية صحيح ده بعد بعد اجتماعي ثقافي مهم جدا كان فيه ثقافة تمام ليه بقى ما أخدوش بطولات لسبب بسيط جدا أنه كان فيه عشوائية فيه وما كانش فيه مادة